نجدد التحية بعد هذا الفاصل الكومودي اللي احنا هنطرك التعليق لأبنائنا وبناتنا عليه طبعا احنا كده خلاص خلصنا الخالية الجلفانية وهننتقل إلى النصف الآخر زي ما قالنا الأستاذ محمد في المقدمة ان هذا الباب ينقاسم إلى نوعين من الخلاق القهربية عند في خلاق جلفانية خلاق إلكتروليتية أو مستمرة حليلية لكن نسمع من ساعاته مقارنة بين الخلية الجلفانية والخلية التحليلية ثم نبدأ في دراسة الخلية التحليلية أو الإلكتروليتية تفصيلا اتضر يا أستاذ احنا متفيه من الأول ان الباب ده من قسم قسمين خلايا جلفانية اللي هي البطاريات سواء كانت بطاريات أولية أو بطاريات سنوية والجزء الثاني اللي هنبدأ فيه الخلايا الإلكتروليتية أو الخلايا التحليلية عايزين نقارن بين الاتنين عشان نقارن نبص للرسمة البسيطة ديت هحط هنا اناء هذا الاناء هحط فيه الالكتروليت هنحط في الاناء هنحط في الاناء الالكتروليت وليكن نطرات الفض اي جي موجب وان او سري سال لو حطيت هنا ساك فضة وحطيت هنا ساك فضة على الفرد كده اولاد ان انا وصلت الاتنين ساك الفضة دي هوصل حاجة هعمل حاجة غلط كده هحط ساك الفضة دي وحط هنا فولت ميتر او مصباح ووصل هنا ساك الفضة سؤالي لولادي دلوقتي الفولت ميتر ده يقيس قوة دفعة كهربية مقدرها كامل هذا الفولت ميتر مش هيقيس حاجة هيديني قوة دفعة كهربية بتساوي سفر ليه مفيش فرق جهد ده ده ساك فضة وده ساك فضة القوة دفعة الكهربية هنا بتساوي سفر هاذا هذه الرسمة اللي انا رسمها او الدائرة اللي انا عملتها فضة ساك فضة وساك فضة والكتروليت من نطرات الفضة ما يتديش كهرباء دي اسمها خلية تحليلية او اسمها خلية الالكتروليتية هقول تاني يبقى الخلية التحليلية او الالكتروليتية الالكتروليت ايونات موجبة وايونات سالبة وساقين من نفس النوع فضة وفضة انا ممكن اعمل خلية الالكتروليتية كابريتات نحاس ايونات نحاس سيو موجب اتنين وايونات كابريتات اس افور سالب اتنين وساق نحاس وساق نحاس ولو جينا نقيس قوة دفعة كهربية برضو تطلع زير الأستاذ خالي بيقول عايزين سؤال مهم قارن بين الخلية الجالفانية والخلية الألكتروليتية طبعا انتوا عارفين ان الخلية الجالفانية اللي احن البطاريات عبارة عن حاجتين هنا الأنود ده سالب ده أنود سالب بيعمل عملية أكسادة تلقائي وده كاسود موجب وده كاسود موجب بيعمل تفاعل لاختزال يبع عندي دي البطارية أنود أنود موجب وأنود سالب وكاسود موجب والخلية الألكتروليتية الخلية الألكتروليتية قلنا إناء هحط هنا ألكتروليت وليكن كابريتات نحاس سي يو موجب اتنين واسو او فور سالب اتنين وهنا ساق نحاس ده ساق نحاس وهنا ساق نحاس ووصلت ساق النحاس دي بالقطب الموجب ووصلت ساق النحاس دي بالقطب ايه السالب ساق النحاس اللي راحت لقطب الموجب تبقى موجب وساق النحاس اللي رايح للقدم السالب تباقيه سالب هنا في الخلية الجالفانية الانود سالب وبيعمل اكسدة القا lesson طب ليه هنا الانود سالب الانود سالب لانه ينتج الكترونات سالبة من تفاعل اكسدة تلقاء في الخلية الجالفانية ليه الكاسود موجب عشان بتنجذب اليه الالكترونات وبيعمل تفاعل اختزائي هنا لما بصيت بقى وصلت انا ساق النحاس بساق ايه ساق نحاس بالقطب الموجب للبطارية وساق نحاس بالقطب السالي البطارية لقيت ايه لقيت ان الساق النحاس اللي رايح للقطب الموجب للبطارية هو اللذي يتأكسد هو اللي بتحصل له اكسادة عرفت ازاي اللي بتحصل له اكسادة يعني لقيته بيتأكل يبقى هنا بيحصل له عملية اكسادة بس فيه فرق هنا المسعد الانوت سالي بيحصل له اكسادة تلقائي هنا المسعد آنود موجب بس بتحصل له أكسادة غير تلقاء يجي يقول لي يعلل ليه ده ليه ساك النحاس دي آنود وليه هي موجب هي مسعد آنود عشان بتتاكل بتعمل تفاعل الأكسادة الغير تلقاء لكن ليه شحنته موجبة لانه يتصل بالقطب الموجب للبطارية لقيت على ساك النحاس التانية ابتدى يترصب عليها نحاس يعني بيحصل عندها اختزال يبقى هي الكاسود السالب اللي بيحصل عنده اختزال غير تلقائي الله نركز هنا في الخلية الجالفانية بتحول الطاقة الكيميائية أول حاجة في المقارنة الخلية الجالفانية بتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية بتحول الطاقة الكيميائية إلى تفاعل أكسادة واختزال تلقائي في الخلية التحليلية اللي هي الالكتروليتية بتجيليها كهرباء من بره بتحول الطاقة الكهربية الى طاقة كيميائية بتحولها الى تفاعل اكسادة واختزال بس غير تلقاء نركز يا ولاد اول حاجة في المقارنة الخلية الجلفانية بتحول الطاقة الكيميائية بيحصل جوها تفاعل كيميائي اكسادة واختزال بتحولها لطاقة كهربية بتديني كهربا نشغل بها الموبايل نشغل بها على العربية السيارة نشغل بها الساعة بتحويل الطاقة الكيميائية الأجسادة والاختزال إلى طاقة كهربية هنا لا بتجي لها الكهربا ببطارية دي بتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة كيميائية الكهربا جاية لها فبتعمل عند الأنود الموجب أجسادة بس غير تلقائع بتعتمد على البطارية وبيحصل عند الكاسود السالب اختزال هنا في الخلية الجلفانية الانود سالب ينتج الكترونات سالبة هنا في الخلية التحليلية الانود موجب عشان نتصل بالكتب الموجب للبطارية عند الانود سواء كان سالب في الجلفانية او موجب في التحليلية بيحصل عنده تفاعل اكساد يعني نقدر نفهم من كلام سعبتك الجامل ده اساسا ان اي خلية لها ثلاث مكونات انود كاسود محلول الانود في اي خلية سواء كانت جلفانية او الانود بتتم عنده عملية الاكسادة والكاسود في اي خلية ايا كان نحة بتتم عنده عملية الاختزال بس نخلي بالنا ان في البطارية الاكسادة والاختزال تلقى اما في الخلية تعليلية الاكسادة والاختزال لازم اوصل ببطارية فهنا الاكسادة والاختزال غير ايه يعني في الجلفانية بيتم تحويل الطاقة الكيميائية الى طاقة قهربية من خلال تفاعل اكسادة اختزال تلقائي بينتج عنها طاقة قهربية اما في الخلية التحليلية او الالكتروليتية انا بحول الطاقة القهربية المستمدة من مصدر خارجي الى طاقة كيميائية ايضا من خلال تفاعلات اكسادة والاختزال ولكن غير تلقائي دي مصحوبة بامتصاص طاقة انا بستمد الطاقة في الخلية التحليلية من مصدر خارجي ولكن ما هي مكونات اي خلية تحليلية لسه نقطة في المقارنة اتفضل مش تبقى المقارنة كاملة هنا الكوة دفع الكهربية الـ EMF موجبا في الخلية الجلفانية لازم تاخد اشارة موجبا كيمة موجبا اما الـ EMF في الخلية التحليلية بتكون باشارة ايه سالة وفي الجلفانية دي مصحوبة بامتلاق طاقة انما في التحليلية امتصاص ايه طاقة ده كده كان مقارنة بين الجميع طيب لو احنا عاوزين نتكلم عن الخلية التحليلية او ما تسمى بالالكتروليتية ما هي مكونات هذه الخلية اناء هذا الاناء يحتوي على قطبان اما من نفس النوع او مختلفان وتحتوي على محلول الالكتروليتي القطبان احدهما يوصل بموجب البطارية ويكون انود قطب موجب بعكس انود الجلفانية والقطب الاخر يتصل بسالب البطارية ويكون ايها كاسود قطب سالب بعكس الكاسود الجلفانية اما المحلول الالكتروليتي اه نجد لو انا بتكلم عن الالكتروليت اه الالكتروليت قد يكون محلول اه لأحد الاملاح او الاحماض او القواعد او مصهور لأحد الاملاح اذا المحلول الالكتروليتي ده بينقصب الى نوعين الالكتروليت اما محلول لملح او قعدة او حمضة او مصهور لملحة لما بنجي احنا بقى نوصل هذه الخلية بمصدر طيار كهربي خارجي جهده اكبر قليلا من الجهد الانعكاسي الناتج من هذه الخلية ما الذي يحدث الايونات الموجبة الموجودة في المحلول الالكتروليتي تتجه الى القطب السالب وتتعادل باكتساب الالكترونات دي كده اسمها عملية اختزال اما الايونات السالبة تتجه الى القطب الموجب وتفقد الالكترونات دي اسمها عملية اختزال لكن احنا هنوضح هذا الكلام بتغربة مهمة جدا يا استاذ محمد ساعدتك وضعنا ان شاء الله التحليل القهربي لمحلول كل وليد النحاس دي من الحاجات المهمة جدا 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 الاول كده بس ايه انا لسه ما كملناش الرسم اللي كلنا نتكلم فيها دي نتكلم فيها كده الاول عندنا يا استاذ خالد في الاول قاعدة عايزين الاولاد يعرفوها عشان نبني عليها ايه الكلام اللي جاي لاحظ العالم فردي لاحظ ايه ان الكتلة اللي بتتاكل من المسعد هي التي تترسب على ايه الماء ما يتاكل من المسعد يترسب على الماء يعني لو تاكل من هنا واحد جروم هيترسب هنا واحد ايه جروم طيب هنعمل تجربة كده صغيرة وعايز الاولاد يستنتجوا منها حاجة ايه التجربة الصغيرة انا اعيد الرسمة دي مرتين وبعدين ساعدتك تعلق على اللي هيحصل الرسمة دي مرتين ايه في الرسمة الاولانية حطيت صاق نحاس وهنا صاق نحاس والالكتروليت كان كبريتات نحاس بس وصلت هنا ببطارية بتديني البطارية دي كانت واحد ونص فولت مثلا واحد ونص ايه فولت لما حطيت هنا واحد ونص فولت لقيت ان الكاف واحد جرام اللي تأكلت من المسعد اترصب هنا كاف واحد جرام من احاس على اللي تأكل من المسعد خمسة جرام ده المسعد الانود الموجب اترصب هنا ميشي هنا اترصب على المهبط الكاسود السالب برضو كاف واحد جرام تعال ايه استيس خالد نعيد التجربة نحط بطاريتين انا عايز بقى ولدي هما الاستنتجوا هنا كانت واحد ونص فولت هما عندهم في الفيزياء التوصيل على التوالي لانا وصلت التلاتة فولت هعيد نفس الكلام هنا وهسألهم وهم هيجاوبوا لان لو جاوبوا يبقى احنا كده حققنا حاجة مهمة هيعرفوها بعد شوية اللي ساعتك هتقولين عليه انا هنا وصلت كده ووصلت كده بس خل وهنا برضو الالكتروليت كابريتات نحاس سؤالي هنا لولادي حبيبي انا مررت كمية الكهربية اللي هنا اللي جاي من البطارية واحد ونص فولت ومررت كمية الكهربية بس نفس الوقت ما زودتش ولا قللت يا طرق مين اكبر وليه يا يطرِة 요ولاد كاف في اتنين ِ هي لما مرَت فيها كمية الكهربية اكتر اكبر من كاف واحد ولو كاف واحد إنه اكبر من كاف اتنين مع مراعاة انه كمية الكهربية اللي مرَت في اليناقى التانى جاية من بطاريتين 3 فولتها تبقى اكبر لكن في البطارية الاولى لأنها واحد ونص فولت بس أنا مررتهم في نفس الوقت إذا مررت الكعربة هنا لمدة دقيقة همرر هنا لمدة دقيقة إذا هنا عشرين ثانية هنا عشرين ثانية ها ها يا أولاد أنا مستني إيجابيكم ها تلميس مدرسة على أول شطار برافو عليكم كافي اتنين هتبقى أكبر من كاف واحد ليه عشان كميت عشان هنا استنتج فردي حطينا القانون الأول لفردي اللي الأستاذ خالد هيكلمنا عليه فضل يعني إحنا هنستنتج منها هذه التقربة آآ إن كمية المادة المتكونة على الكاسود أو المستهلكة من الآنود تتناسب تناسبا طرديا مع كمية القهربية التي تمرر فيها المحلول الإلكتروجي تاني فرضي أو جد علاقة بين كمية المادة المتكونة أو المستهلكة وكمية القهربية التي تمرر وكمية القهربية التي تمرر في المحلول الإلكتروليتي من خلال قانونين أول قانون اللي هو أزلتهن الأستاذ محمد اللي احنا اطنعنا منه بنص القانون الأول لفرديه أن كمية المادة المتكونة على الكاسود أو المستهلكة من الآنود سواء كانت غازية أو صلبة تتناسب تناسبا طرديا مع كمية القهربية التي تمرر في المحلول أو المصهور الإلكتروليتي وهذا هو نص القانون الأول لفرديه يا أستاذ محمد لكن برضو كان فيه قانون تاني لفرديه لو القانون استهلك الفرديه واحدة واحدة هم ليستنتجوا عشان يفهم هم استنتجوا أنه لما كمية القهربية بتزيد يبقى الكتلة المترسبة الكتلة المتعررة من المصهور تترسب على المهبط بتزداد علاقة طرديا يعني بينهم تناسب ايه؟ تناسب طرد بس أنا عايز أفكرهم بحاجة خدوها في فيزيا اتفضل في الكيو هم برضو اللي هيقولولي بتساوي ايه في الفيزيا كمية القهربية بتساوي ايه؟ كمية القهربية بتساوي خدوها في الفيزيا اي في تي شد القطاع في الزمن اه يعني كمية القهربية كمية القهربية بتساوي شدة الطيار شدة الطيار في الزمن شدة الطيار في زمن مرور الطيار يعني كيو بتساوي اي اي تي كمية القهربية لما هكون واحد كولوم بتساوي شدة الطيار لازم تكون واحد أمبير وزمن مرور الطيار واحد ثاني عندنا بقى تعريف مهمة اوي عايزين ان ولادنا يحفظوه معانا او استاذ خاني ايه هو عايزين تعريف الانبير الدولي تعريف الانبير الدولي وتعريف الكولوم عندنا في الكامية احنا خلاص الكلوم خلاص والانبير بس والفردي دلوقتي يعني بس خلاص الانبير الدولي عشان دايما ان ننساها يعني مناش علاقة بالكلوم احنا العرب بس الانبير والفردي الاول احنا هنا ايه وصلنا ان كمية الكهربية اهو الاولاد شايفينها بيساوي شد الطرفي زم مرور ايه الطيار وانا ان كل واحد كولوم يساوي واحد امبير في واحد ايه سنة ونقول لهم علاقة كمان ونكتبها هنا بخط كبير قبل الامبير الدول اهو ان كل ستة وتسعين كل كمية كاربية مقدارها ستة وتسعين الف وخمسمية كولوم دي تساوي واحد فردي العلاقة دي مهمة اوي انه هنعتبر كل كمية كاربية مقدارها ستة وتسعين الف وخمسمية كولوم بتساوي واحد ايه فردين لكن انا عايزهم يستنتجولي او يعرفولي الامبير الدولي ايه هو الامبير الدولي تعالوا كده مع بعض اولاد امبير دولي يعني معرف كل الاماكن هنحط هنا خلية الالكتروليتية الالكتروليت اللي عندي عبارة عن ايونات فضة وايونات نطارات يعني نطارات الفضة وعندي هنا ساق فضة وعندي هنا ساق فضة واجبنا البطارية الخلية ايه الجالفاني في الخلية التحليلية ده هنا ساق الفضة المسعد الانود الموجب اللي بيحصل له اكسادة غير تلقائي وتاكل وهنا ساق الفضة عشان متصله بالكتب السالب للبطارية ده الكاسود السالب اللي بيحصل له اكسادة غير تلقائي وترصيب واتفقنا والاولاد عرفوا ان اللي هيتاكل منها يترصى بايه هنا ايه بقى الانبير الدولي الانبير الدولي ده شوية الكهرباء كمية الطيار الكهرباء اللي لما بتمر لمدة واحد ثانية كمية الطيار الكهرباء التي اذا مرت لمدة واحد ثانية فيه الكتروليت فيه الكتروليت من نطرات الفضة يعني في محلول يحتوى على ايونات الفضة ايونات الفضة والنطرات الفضة اللي أنا رسمه يعني يتآكل من المسعد ويترصب على المهبط واحد ومية وطمانتاشر من الف ميلي جرام فضة اهو بص رسمة سعادتنا اوي سعادتني ان انا اقوله لهم بص تاني ما هو الانبير الدولي الانبير الدولي هو كمية الطيار الكهرباء التي اذا مرت لمدة واحد ثانية فيه الكتروليت يحتوي على ايونات الفضة فانه يحرر من المسعد ويرصب على المهبط واحد ومية وطمانتاشر من الف ميلي جرام فضة طب ما تيجي يا مستر بالمرة نعرف لهم الكولوم الكولوم عندنا في الكيميا مش هختلف عن الفضة هو من هعرفه من هنا هقول ايه الكولوم برضو كمية كهربية الكولوم كمية كهربية عندما تمر فيه الكتروليت يحتوي على ايونات الفضة فانها تحرر من المسعد وترصب على المهبط واحد ومية وطمانتاشر من الف ميلي جرام فضة بس انا لما جيت اعرف كلوم ما ايه شلت الايه السن تعريف الانبير الدولي كمية الطيار الكهربية التي عندما تمر لمدة واحد ثانية فيه الكتروليت يحتوي على ايونات الفضة يحرر من المسعد ويرصب على المهبط واحد ومية وطمانتاشر من الف ميلي جرام فضة اما الكولوم هقوله هو هو بس من غير الواحد ثانية كمية الكهربية اللي لما هتمر فيه الكتروليت يحتوي على ايونات فضة يحرر من المسعد ويرصب على المهبط واحد ومية وطمانتاشر الف ميلي جرام انا بس هالساز انسعدتك قبل ما نتكلم عن الفراضي لابد ان احنا نوضح القانون الثاني لفراضي عشان نوضح مفهوم الفراضي والقانون العام للتحليل الكهربية قبل القانون الثاني الفراضي فيه مسألة وعشان نحل المسألة ونفهم القانون الثاني الفراضي لازم اجيب الكتلة المكافأة للعنصر ده اساسي اساسي في الجزء دوت ازاي التلميذ بتاعنا يعرف يجيب الكتلة المكافأة للعنصر الكتلة المكافأة للعنصر القانونها سهل بأسم دايما الكتلة الزرية على تكافؤ العنصر واحد يقول لي يلا طب قلت انت مسطر يعني عايزنا نحفظ الكتلة الزرية والتكافؤات التكافؤات بتعارفينها لكن الكتلة الزرية هو بيدهلك في المسألة يبقى اول حاجة كده لما تيجي تحل المسألة قول بسم الله الرحمن الرحيم مسألة الكهربية وهات الكتلة المكافأة الكتلة المكافأة الجرامية اول خطوة تكتب كده الكتلة المكافأة الجرامية في البسط هتقسم الكتلة الزرية في المقام على التكافؤ طيب يجي في المسألة استاذ خالد يعني نقدر نعرف ان الكتلة المكافأة الجرامية هي كتلة المادة التي لها القدرة على فقد او اكتساب مول واحد من الالكترونات اثناء التفاعل الكيميائي تاني اه يعني لو قال لي ما تعرف الكتلة المكافأة الجرامية هي كتلة المادة التي لها القدرة على فقد او اكتساب مول واحد من الالكترونات أثناء التفاعل الكيميائي وده تعريف هام جدا موجود عندهم في اقتالي الوزارة في الانهاج لكن برضو الحاجة الأروع أن الكتلة المكافأة الجرامية هي الكتلة التي يحررها من المسعد ويرصبها على المهبط واحد فردي بس خلي بالك بقى عشان دهن ايه هيخش في المسائد هيخش في السنتاج القوانين تعريف الفردي السيد خالد من الاول خالص بيقول لك لازم التلميذ يعرف يعني ايه يعني ايه الفردي يبقى الفردي احنا اتفعنا الاول ان كل ستة وتسعين الف وخمسمائة كولون كهربا يسموا واحد فردي هو بقى دخل لنا في تعريف رائع تعريف الكتلة المكافأة الجرامية الكتلة المكافأة الجرامية هي الكتلة الكتلة بالجرام اللي بتتحرر من المسعد وتترصب على المهبط عند مرور كيمية كهربية في المحلول مقدارها واحد فردي دي هنستنتج منها شوية ايه قوانين هنا بقى الكتلة المكافأة الجرامية تعال ايه نعلم الاولاد والسيد خالد ازاي يجيبوها الكتلة المكافأة الجرامية بتساوي الكتلة الزرية على التكافر يعني فرضا الامونيوم 13 سارة وعشرين هليني الاول في ايون الفضة الامونيوم 13 سارة وعشرين واحدة واحدة نعلم الفضة قال انها ايه الكتلة الزرية 100 وإيه وثمانية مية وثمانية ازا الكتلة المكافأة الجرامية للفضة بتساوي 108 على تكافؤ الفضة لا وحادي اللي هي تطلع كام 108 جرام وطبعا عدد الشحنات التي يحملها الايون دي بتدل على التكافر فرضا يديني عدد الشحنات وما يدينيش التكافر اذا كنا باستنتج من خلال عدد الشحنات اهو انا حاطتنا شحناة ايه موجبة ازا ما حضرتك بتقولي يعني التكافر ايه وحادي موجب تلاتة سلاسي وهكذا بالشرط ان يديني التكافر قد يعطي لها تفاعات اكساد ان تفاوض اختزال واضحني عدد الشحنات إذن أنا من خلال عدد الشحنات أقدر أستمتك تكافؤ هذا العنصر إذن لو أنا أسمت الكتلة الزرية على عدد الشحنات يديني حاجة اسمها الكتلة المكافأة اللي هي عبارة عن كتلة المادة التي لها القدرة على فقد أو اكتساب من من الإلكترونيات أثناء التفاعل الكيميائي عشان بس الطالب يبقى بيلتزم بهذا التعريف الموجود في كتاب الوزارة الجليد وبردو الواحد فردي الواحد فردي ده أهم كمان مهمة أوي عشان أنحلي بيه المسائل واحد فردي ده ستة تسين ألف خمسمائة كولوم ده شاء كمية الكهرباء اللي بتحرر من المسعد وترسب على المهبط كتلة مكافأة جرامية هي وده اللي احنا نوضحه أستقل قانون ده اللي سنستنتك به قوانين اللي هنحلي بيه هالمسائل بك شوي لكن خليني هنا أنا عايز بس تلميذي تلميذ مدرسة على الهوى يحفظ لي بس الرقم ده خمس دقائق هو في الامتحام مش مطلوب انك تحفظه هو بيقولك ان الفضة وحدية في الامتحام وانت عارف ان الفضة تكافهة وحدة وبيدي كتلتها الزرية في المسألة بتاعت الامتحام مية وتمانية جرام فانت ايه بس احفظ لي دقيقة واحدة كده ان الكتلة المكافأة جرامية للفضة مية وتمانية جرام عايز عايزها بس بعد دقيقة اوعى تنسيها طيب اداني النحاس وزي ما قاله استاذ خالد ان هنا قال لي ان شحن النحاس موجب اتنين يعني التكافؤس هناك وقال لي ان النحاس كتلت الزرة بتاعته تلاتة وستين ونص ونص جرام تعال نجيب الكتلة المكافأة جرامية الكتلة المكافأة جرامية للنحاس يبقى هأسم الكتلة مكافأة جرامية لأنها سأسم التلاتة وستين ونص على تنين على التكافؤة اتنين هتطلع واحد وثلاثين وثمسة وسبعين من مية جرام طب الألمونيوم تلتاشر سبعة وعشرين يبقى هأسم كتلة زر سبعة وعشرين على تلاتة تسعة جرام تسعة جرام أنا عايز بقى التلميذ بس يبقى حافظ للتلاتة دوق خمس دقائق وينساه أو يخليه فكره ويبقى كويس الكتلة المكافأة للفضة مية وتمانية جرام مية وتمانية على واحد مية وتمانية الكتلة المكافأة للنحاس واحد وثلاثين وخمسة وسبعين مية جرام تلاتة وستين ونص على اتنين والكتلة المكافأة للألمونيوم تسعة جرام تسعة جرام سبعة وعشرين على التلاتة أستاذ خالد طلب مننا دلوقتي زي ما فهمنا القانون الأول لفرده لو يعدهن تاني طلب مننا نستنتج القانون التاني لفرده إذن بالنسبة لنص القانون الأول لفرضي كتلة المادة المترسبة على الكاسود أو المستهلكة من الأنود تتناسبا طرديا مع كمية الكهربية التي تمرر في المحلول أو المصهور الإلكتروليتي طبعا سواء كانت المادة في حالة غازية أو في حالة صلبة لكن إحنا عايزين نوضح القانون الثاني لفرضي وكيف يمكن استنتاج هذا الكلام عشان نقدر نستكمل أو نعرف الفرضي أو القانون العام للتحليل الكهربية اتفضل يا أستاذ فرضي جاب عدة إلكتروليتات مختلف جاب عدة قواني مختلف الإناء الأولاني حط فيه إلكتروليت من نطرات الفضة أو هتنسوا إحنا اتفقنا إن الكتلة المكافأة للفضة 108 مرور وجاب ساقين من الفضة أدي ساق فضة وأدي ساق فضة وجاب الإناء يبقى هنا فضة ساق فضة وساق فضة وألكتروليت يحتوي على إينات الفضة وجيه في الإناء التاني الألكتروليت التاني حط لي نكبر شوية كده هنا قلنا الإلكتروليت يحتوي على إينات الفضة وجاب الإلكتروليت التاني يحتوي على إينات النحاس حط هنا فضة ساق من الفضة وساق من الفضة وحط هنا ساق نحاس وحط هنا ساق نحاس وصل الساق ديب دي وجاب بطارية خلية جالفانية هنا وصلنا دا دا بقى ساق الفضة بقى أنود موجب اللي يحصل عنده عملية الأجسادة عملية الأجسادة الغير تلقائي وهنا هيبدا السالب وصلنا دا ناحية تانية بالكدب السالب هيبدا السالب وهنا الكدب ايه يعني نفهم من توصيل ساعتك دا كده توصيل على التوالي يعني عايز أمرر نفس كمية القهربية في كل الخليتين همرر نفس كمية القهربية لذلك احنا عملنا توصيل على التوالي بيبدأ القانون بكلمتين اللي انت قلتهم اذا مرت كمية كهربية سبتة في عدة الكتروليتات مختلفة كمية كهربية اللي جاية من القدب الموجب هتمر في الالكتروليت الاول ثم هي هي هتمر في الالكتروليت التاني ثم تعود الى القدب السال بيخدوها في الفيزياء ان هنا ده توصيل على التوعي قانون التاني الفردي بيبدأ اذا مرت كمية كهربية سبتة في عدة الكتروليتات مختلفة لاحظ فردي هنا حاجة غريبة عايز اسأل ولادي عليه هو قال ان كمية كهربية اللي مرت في الاناق الاول سبتة هي اللي مرت في الاناق التاني سبتة هي اللي رجعت الكتب ايه السال لاحظ حاجة غريبة او لاحظ ان كتلة الفضة اللي اتاكلت من مسعد الفضة وترسبت على كاسود الفضة اللي هي ايه كاف واحد جرام لقاها انها اكبر من كتلة النحاس اللي اتاكلت من مسعد انوت النحاس وترسبت على كاسود النحاس لا ان كاف واحد جرام اكبر من كاف اتنين جرام الراجل ابتدى يفكر سأل نفسه انا مررت نفس كمية الكهربية في الاناق الاول وهي نفسها كمية الكهربية في الاناق التاني ليه كتلة الفضة اللي اتحررت من المسعد بتاع الفضة وترسبت على مهبط اكبر من كتلة النحاس اتحررت من مسعد النحاس وترسبت على مهبط النحاس ليه كاف واحد اكبر من كاف اتنين ابتدى يحصل بقى كمية هذه الكتلة فلاقى ان في علاقة بين الكتلة المكافأة والكتلة اللي بتتحرر من مسعد وترسب على المهبط انتوا فاكرين هنا كانت الكتلة المكافأة الجرامية للفضل تلكوا خليكوا حفظنا كانت 108 جرام 108 جرام وكان هنا كتلة المكافأة الجرامية 31 و75 مية جرام حط عليها قانون القانون بيقول ايه اذا مر كمية كرابية سابتة في عدة الكتروليتات مختلفة فان الكتلة المتحررة من اي مسعد والتي تترسب على اي مهبط تتناسب ترضيا مع كتلتها المكافأة الجرامية يعني يعني كتل المواد المتكونة او المستهلكة بمرور نفس كمية الكهربية في عدة الكتروليتات متصلة على التوالي تتناسب مع كتلتها المكافأة يعني ان كاف واحد على كاف اتنين هساوي مكافي الكتلة المكافأة الجرامية للعنصر الاول على الكتلة المكافأة على الكتلة المكافأة الجرامية للعنصر ايه التاني السيدس خالد ده جي سؤال وكان عليه ثلاث درجات بيقول له في السؤال اكتب نص القانون التاني الفردي وكيف تحققه عمليا ده مهم جدا النص عند مرور كمية الكهربية سابتة في عدة الكتروليتات مختلفة متصلة على التوالي كتلة المادة المتحررة من اي مسعد والتي هتترصب على اي من المهابت تتناسب طرديا مع الكتلة المكافأة كان النص ده على درجة الرسمة اللي احنا شايفنا دي كان عليها الدرجة ايه التانية الدرجة التالتة ايه كاف واحد الكتلة الكاف واحد على كاف اتنين بتساوي الكتلة المكافأة الجرامية للعنصر الاول على الكتلة المكافأة الجرامية للعنصر التانية نقدر بقى نعرف الفردي دلوقتي. قبل ما نعرف الفردي ما نديه مسألة على دي. ليه بنهمل المسألة بتاعتها. تعالوا كده نشوف مع بعض المسألة بتاعك كاف واحد على كاف اتنين. الكتلة المكافأة الجرامية للأول على الكتلة المكافأة الجرامية للتاني. المسألة بتقول ايه؟ مرت كمية كهربية. عند مرور نفس كمية الكهرباء في محلول. اتفضل ساعتك. عند مرور نفس كمية الكهرباء في محلول كبريتات النحاس اتنين. ومحلول نطارات الفضة كانت كتلة النحاس المترصبة فكانت كتلة النحاس المترصبة واحد جرام. واحد جرام. احسب كتلة الفضة المترصبة. كتلة الفضة المترصبة. علما بان اي جي بيساوي مية وتمانية. وسي يو بيساوي تلاتة وستين ونص. اتفاضل ساعتك. ده كده كان بالنسبة للمسألة بتاعتنا. طبعا زي ما ساعتك وضعت القانون ان كتلة الف على كتلة بي هتساوي مكافئ الف على مكافئ ايه بي. هو هنا كده مديني في المسألة ايه؟ كتلة النحاس المترصبة. هو عاوز كتلة الفضة الايه المترصبة. طبعا هنجيب مكافئ النحاس ومكافئ الفضة واقصي jusquنا كتلة الفضة. اهم حاجة في المسألة بتاعت الكهربية زي ما بنقول كده لازم اجيب القتلة المكافئة الجرامية. تمام تمام عشان اتبقى في قانون بعد كده. هنقول بقى ايه؟ هنجيب بقى مكافئ النحاس ومكافئ الفضة. الكتلة المكافئة الجرامية. للفضة للفضة يجد ساوي مية وتمانية القانون. الكتلة الزرية للفضة. 108 على التكافة احادي. الكتلة الزرية على التكافة. يعني 108 على واحد. على واحد. هل سوى 108 جرام? 108 جرام. بنفس الكلام اجيب الكتلة المكافأة الجرامية للنحاس. للنحاس. واكتب القانون تاني. كتلة الزرية على التكافة. 360.5. 360.5 على اتنين. واحد وتلاتين. 75.100 جرام. ونحط القانون. هنقول ايه بقى? كاف واحد للفضة. على كاف اتنين للنحاس. واحد سامة واحد من تلامزات يقول الله. طب ينفع نقول كاف اتنين على كاف واحد ومال. ما فيش مشاكل. يعني قلنا كاف واحد للفضة على كاف اتنين للنحاس ماشي. عايز قول كاف واحد للنحاس. بس ابقى هناك مكافي فضة على كاف النحاس. كل حاجة قدام بتاعت. بالزبط. يبقى هنا الكتلة المكافأة. للفضة. الجرامية للفضة. على الكتلة المكافأة الجرامية بتاعة النحاس. هو مديني ايه? هو عايز كتلة ايه? عايز كتلة الفضة. يبقى كاف واحد للفضة مجهولة. على واحد. على واحد اللي هو كتلة النحاس. هسا ومية وتمانية. على واحد وتلاتين وخمسة وايه? وسبعين. الساس خالدي بقى كاف واحد بتساوي. واحد في مية وتمانية. على واحد وتلاتين وخمسة سبعين. طبعا يحسبوها طبعا على الالة الحاسبة. زب ايزا كده احنا جبنا كتلة ايه? الفضة يعني. ازا ما بقى تعريف الفردي? تعريف الفردي ده شيء مهمة قوي. وقناه كتير نقوله تاني. الفردي اللي هو ستة وتسعين الف وخمسمائة كله. كل واحد فردي وعادل ستة سعين الف وخمسمائة كلون. ده كمية الكهربة. اللي بتحرر لما بتمر في الكتروليت. بتحرر من المسعد وترصب على المهبط. كتلة مكافة جرامية واحدة. يعني لو انا مررت نرجع للرسمة دي تساعدني شوية. يعني كمية الكهرباء. اه اه كمية الكهرباء. اه كمية الكهرباء. لو انا زبط هما طبعا عندهم حاجة اسمها الريوستات في الفيزياء. والاميتر وبتاع. زبطت كمية الكهرباء اللي جاية ستة تسعين الف وخمسمائة كلوم. يعني مررنا هنا كام واحد فردي. وحسبنا الواحد فردي اللي داخل هنا ده. اللي هو ستة وتسعين الف وخمسمائة كلوم. لما دخل فيه الكتروليت يحتوي على اينات الفضل. يحرر من المسعد ويرصب على المهبط مية وتمانية جرام. كل واحد فردي جاي من البطارية. كل ستة وتسعين الف وخمسمائة كلوم جاية من البطارية. هتحرر لي. لما تخش في الالكتروليت الذي يحتوي على اينات الفضل. هتحرر من المسعد. وترصب على المهبط. كتلا مكافة جرامية واحدة. يعني مية وتمانية جرام. نفس الواحد فردي. اللي هو ستة وتسعين الف وخمسمائة كلوم. لما مر في الالكتروليت يحتوي على اينات النحاس. فانه يحرر من المسعد. ويرصب على المهبط. واحد وتلاتين وخمسة مية ايه. يعني انا سنتج من كلام سعدتك أن الفراضي هو كمية القهرباء اللازمة لترسيب المكافئ الجرام للفضل أو أي عنصر آخر طبعا إذن الفراضي هو كمية القهرباء اللازمة لترسيب المكافئ الجرام للفضل أو أي عنصر آخر لكن لو قال لي ما هو القانون العام للتحليل القهربي هو تعريف الفراضي يعني أنا عندي قانون الأول وعندي قانون الثاني وعند القانون العام القانون الاول قلنا ايه ان الكتلة المادة اللي بتتحرر من المسعد واللي هتترصب على المهبط تتناسب طردية مع كمية الكهربية المرة في المحلول وقلنا القانون التاني اذا مرة كمية الكهربية سابتة في عدة الكتروليتات مختلفة فان الكتلة المتحررة من اي مسعد وتترصب على اي مهبط تتناسب طردية مع كتلتها المكافرة القانون العام بقى هو تعريف الفردية يعني عند إمرار واحد فردين خلال محلول إلكتروليتي فإن ذلك يعمل على زوبان أو ترصيد أو تصعد قتلة مكافئة جرامية من المادة عند أي قد وعند أحد الأقطاب إذا القانون العام للتحليل الكهرباء عند إمرار فردي خلال محلول إلكتروليتي فإن ذلك يعمل على زوبان أو تصعد أو ترصيد قتلة مكافأة جرامية من المادة عند أي قد وده مهمة قوي هنستنتج منه دلوقتي قانونين بتحلل المسألة طب فيه قانون عاوز ساعتك تقولهولي لو أني مسلا احسب كمية القربية اللازمة لترسيب جرام لكل صدر يبقى ايه يعني يبقى النتج بتاعه ايه يبقى هنضرب التكافؤ هنضرب التكافؤ في الفردين بس لسه ده خلينا في ده الأول خلي ده تالت حاجة هو الوصدس خالد عايزنا نقولها أول حاجة يبقى كمية القربية اللازمة لترسيب زر جرامية جرام أتم اللي هو واحد مول يخلي بالك بقى التكافؤ في واحد فردين وده يعني نتكلم عليها نبدأ بها ولا ما فيشهم خلاص امشي بالترتيب ساعتك اه اتفضل اتفضل احنا كنا بنتكلم في القانون العام وقلنا ايه هو الواحد ايه فردين يبقى هنا قهربة هنا كمية القهربية خلي بالكواب يا أولاد هنا الكهربة واحد فردي هنا الكهربة ستة وتسعين الف وخمسمائة كولوم ما احنا متفقين بقى ان الواحد فردي عبارة عن ستسعين الف وخمسمائة كولوم بيحرر قد ايه بيحرر كتلة مكافأة جرامية واحدة يبقى كل واحد فردي بيحرر ويرسب كتلة مكافأة جرامية واحدة طيب ده ده الواحد فردي الداني كمية كهربية الداني كمية كهربية كذا فردي او كذا كلوه وعايز يعرف الكتلة بقى اللي يرسبها كمية الكهربية دي كام جرام اسمعوني تاني انا عارف ان الواحد فردي كهربة اللي هي ستة وتسعين الف وخمسمائة كولوم كهربة بترسب كتلة مكافأة جرامية واحد الكاف جرام بقى عشر جرام عشرين جرام خمسة جرام تحتاج كمية كهربية دي ايه بعمل مقص يبقى كمية الكهربية خلي بالك كمية اللي عبارة عن تيه في زين ده انا عايز الكتلة مش عايز كمية الكهربية يبقى الكتلة المتحررة المترصبة المتصاعدة تساوي سوى كمية الكهربية في الكتلة المكافأة على ستة وتسعين الف وخمسمائة على الكتلة المكافأة اذا كانت الداني كمية الكهربية في البصر في الفرادية عايزة على الفرادية اذا الدهالي بالكلوم يبقى على ستة وتسعين الف وخمسمائة كولوم ولابد نعاود الطالب وده يبقى بإيه الناتج جرام ممكن ما دينيش كمية الكهربية مثلا الته في زين اذا انا هقوله كده ان كتلة تتنبع برا عن ايه شدة الطيار في الزمن في الكتلة المكافأة على الفرادية او الكولوم اقوله هو انه تبقى الكتلة كلامك ما اللي انت بتقوله هتبقى الكتلة المتحررة كتلة المادة كتلة المادة كتلة المادة المتحررة اه بتساوي كمية الكهربية دي شدة الطيار في الزمن يعني شدة الطيار ته في زين بالانبير في الزمن بالسواني في الثانية في الكتلة المكافأة هنا بقى اجباري مش اقول فرادية على ستة وتسعين الف وخمسمائة كولوم ايه الفرق بين ده وده ده هو ده بس هنا لو اداني كمية الكهربية مباشرة هنا ادهالي عن طريش الطيار وإيه وزة طيب ده القانون الاولاني فيه قانون تاني فيه قانون تاني عايزين نستنتجه ايه هو القانون التاني اللي عايز نستنتجه ان الواحد فراضي الواحد فراضي اللي هو ستة وتسعين الف وخمسمائة كولوم اتفقنا او استيس خالد انه بيحرر من المسعد ويرصب على المهبت كتلة مكافأة جرامية واحدة كتلة مكافأة جرامية واحدة طيب وبعدين وبعدين انا عندي هنا عرفت ان الكتلة داني الكتلة بالجرام عايز اعرف قد ايه كيمية كهربية اللي بترصب كتلة مقدارها كاف جرام يبقى من هنا كمية الكهربية بتساوي الكتلة المتحررة بالجرام في واحد فردي او ستة وتسعين الف وخمسمائة كولوم يبقى الكتلة المتحررة بالجرام في واحد فردي على الكتلة المكافأة الجرامية الكلام دوت هيبقى له معنا لما نشوف الامثل طيب عندنا كده مثال ظريف كده سريع النهاردة عشان وقتنا طبعا هو كان موضوعنا موضوع اهم جدا النهاردة فكان الطلبة عايزة تسمع هذا موضوع بشكل متكامل واحنا حققنا رغبة ابنائنا عشان دوت موضوع من الموضوعات الهمة جدا جدا المحتاجة لفهم وعدم التقطع فيه مسأل بيقول لي احسب شدة الطيار ما ناخد لحاجة أخف شوية ماز احسب شدة الطيار التي تلزم لترسيب تمانية جرام من الحديد واحدة مكتاب اتفضل ساعدتك احسب عشان بس وقتنا بس احسب شدة الطيار احسب شدة الطيار التي تلزم لترسيب التي تلزم لترسيب تمانية جرام من الحديد لترسيب تمانية جرام من الحديد على الكاسود من الحديد على الكاسود من محلول نطرات الحديد 3 علما بأن زمن التحليل علما بأن زمن التحليل استغرق نصف ساعة نصف ساعة ف ايه بيستوي 56 احنا متفقين على حاجة مهمة متفقين ايه متفقين ان اول حاجة في المسألة بعد لحسب كتلة المكافأة يبقى هنا هجيب الكتلة المكافأة الجرامية الكتلة المكافأة الجرامية للحديد طيب وانا قلت لهم يا استيس خالد ان حاجة مهمة ان هو لازم في المسألة يكون مديني الكتلة الزرية ومديني التكافأة يبقى اول حاجة هنقول الكتلة المكافأة ما نحن لها ساوا بقى استيس خالد تفضل الكتلة المكافأة للحديد هستوي 56 على التكافأة سلاسي يبقى 56 هم الدهالي وقال لنطرات الحديد 3 على 3 يبقى دي هستوي 18 جرام 18 وستة من عشر جرام طيب وحنا لسه عايلين ان كمية الكهربية كمية الكهربية بتساوي شدة الطرف الزمن بتساوي كمية الكهربية بتساوي كاف الكتلة المتعررة بالجرام فيه 96500 كولوم على كتلة المكافئة على كتلة المكافئة على كتلة ايه المكافئة وهم عارفين ان كمية الكارابية كيو بتسوي IT تيفيزين نخلي بالك بقى النص ساعة نضربها في 60 دقيقة عش تبقى بالسن لا نص ساعة نص ساعة اضرب في 30 في 30 نص ساعة يعني 30 دقيقة نضربها في 60 يبقى نص 60 في 60 في الزمن بتساوي الكتلة المتعررة 8 في 96500 على 18 و 6 من 10 كده اصبح كده عندي بجول واحد بس لو ايه الزمن هنجيب الزمن هنطلق بقى طبعا عشان بس وقت بردمجنا طبعا نتمنى ان في حلقتنا اللي احنا تعمدنا ان يكون فيها تواصل فكري بالنسبة لهذا الموضوع الهام جدا احنا كده انهينا جزء كبير جدا انهينا كل ما يخص الخلية التحليلية يتبقى فقط بس لغير التطبيقات على الخلية التحليلية لكن في نهاية حلقتنا لك كل الشكر يا استاذ محمد شكرا لك استاذ خالد وشكرا لأبناء الطلب ان شاء الله على وعد بلقاء متجدد ونكون ان شاء الله في انتظار كل الاسئلة التي تخص هذا الباب بعد ما احنا قلناه النهاردة شرح تفصيلي بناء على رغبات ابنائنا شكرا لكم قطعا وانمونا ورق التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة